الحمد لله خير الرازقين وصل ربه وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الميامين وصلنا مستمعين الكرام في حديثنا إلى ذكر تآمر قوم صالح عليه السلام لقتله والعياذ بالله تعالى بعد أن عقر قوم صالح عليه السلام الناقة التي حذرهم نبيهم من التعرض لها واستمروا على عنادهم وتكبرهم وعبادة الأصنام قال لهم صالح عليه السلام لقد حذرتكم من أن تمسوها بأذى وها أنتم اقترفتم الإثم فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام يأتيكم بعدها العذاب ويحل عليكم العقاب ذلك وعد غير مكذوب ورغم هذا لم يتوبوا ويعودوا إلى الرشد بل استمروا على باطلهم وظنوا وعيده كذبا وتحذيره بهتانا وقالوا له تشاء أمن بك تشاء أمن بك تشاء أمن بك وتحالفوا فيما بينهم تشاء أمن بك تشاء أمن بك تشاء أمن بك تشاء أمن بك كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين تشاء أمن بك 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 في يوم الأحد تأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا سيحل بهم من العذاب والنكال والنقمة ولا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من تحتهم ففاضت أرواح هؤلاء الكافرين وزهقت نفوسهم وسكنت الحركات وهدأت الأصوات وأصبح هؤلاء الكافرون في ديارهم جاثمين جثثا هامدة لا أرواح فيها قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال تعالى وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن نادا مرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وقال تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وقال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ وَقِيلَ إِنَّ قَوْمَ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ لما أصبحوا في اليوم الرابع وهو يوم الأحد وارتفعت الشمس ولم يأتهم العذاب ظنوا أن الله قد رحمهم فخرجوا من قبورهم التي كانوا قد دخلوا فيها وصار يدعو بعضهم بعضا إذ نزل جبريل فوق المدينة فسد ضوء الشمس فلما عاينوه دخلوا قبورهم فصاحبهم صيحة كالصاعقة فتقطعت قلوبهم في صدورهم وماتوا وتزلزلت بيوتهم فوقعت على قبورهم ثم إن نبي الله صالحا عليه السلام خاطبهم بعد هلاكهم قائلا لهم لقد جهدت في دعوتي إياكم إلى الإيمان وترك عبادة الأصنام بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بكل ما أستطيع ولكنكم أبيتم نصحي وما دعوتكم إليه لأنكم لا تحبون الناصحين وهكذا خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر الكافرين بعد ثلاث ليال وقف عليهم وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليل فقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا رواه البخاري بعد هلاك ثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام وقد أنجاه مما أرادوا به وأنقذه والذين آمنوا من كيد الكافرين وأنزل بالكافرين في الدنيا العقاب الأليم تصديقا لوعده ونصرا لنبيه ولم يمنع الكفار ما شادوا من قصور شامخة وما جمعوا من أموال وافرة وما نحتوا من بيوت آمنة قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وقال تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ويقال إن صالحا عليه السلام انتقل إلى الشام فنزل فلسطين ثم انتقل إلى مكة فأقام بها يعبد الله حتى مات قال ابن جرير ومن أهل العلم من يزعم أن صالحا توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأنه أقام في قومه عشرين سنة والله أعلم وأحكم وهكذا تنتهي الحلقات المخصصة للكلام عن سيدنا صالح عليه السلام وحلقتنا القادمة مدارها بإذن الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته